نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية وشدد المركز على انتظام صرف المكررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء وذلك بما يعادل أقيم المخصصة لهم من الدعم كما أشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة مؤكدا على قيم وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلعة